اشتركوا في القناة مجلس النواب ايه سبب رفض القانون ويبقى انه قانون يختص بالتعليم فانظر اسباب الرفض في لجنة التعليم ومن سماء يتم مناقشتها في الجلسة العامة يعني دور مجلس النواب التشريع يبقى الحال على ما هو عليه الى ان يتم مناقشة القانون في مجلس النواب يعني نظام الحكم في السلطة التشريعية في مجلس النواب مهمتك اهل سياسة المجلس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور أما مجلس الشيوخ في مدى 248 بيختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالدعائم الديمقراطية ودعم السلام والمقاومات الأساسية المجتمع وفي نفس الوقت الواجبات العامة وطعمق النظام الديمقراطي وتوسيل مجالاته وفي مدى 249 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي الاقتراحات الخاصة بتعديل مدى أو أكثر من مواد الدستور مشروع الخطة العامة للتنمية سواء اجتماعية واقتصادية معاهدات الصلح والتحالف جميع المعاهدات بحقوق السيادة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل طبعا بالسياسة العامة للدولة أو سياستها سواء عربية أو خارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى الرئيس الجمهورية ومجلس النواب ده يعني قانون صنوات التراكمية ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وده يعني قلنا يبقى الحالة علمه عليه إلى أن يتم البت في مجلس النواب اللي حاليا بالدكتور طرق شوقي بيحاول يتواصل لمجلس النواب عشان يمرر قانون التراكمية فهل يتم؟ هننتظر في الأمي اللي جاي يكون معانا أخبار كتير جدا عن الموضوع التراكمية وسواء قانون التعليم الجديد إيه اللي حصل فيه انتظرونا في كل جديد وأكيد على قناتكم بقناة أجيال أندلس وأجيال أندلس تيفي وعلى موقعنا الرسمي أجيال أندلس وتطبيقنا في جوجل بلي أجيال أندلس كان معكم أساما ريز مؤسس أجيال أندلس في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك